ايضا يمكن ان نقوم بلوغ اوت اذا كنتم تتذكرون ان بكومبوننت الهيدر ايضا اين هي اين هي كومبوننت الهيدر ها هي فهنا قمنا بلوغ اوت عندما قلنا بنقر على لوغ اوت كتبنا the user logged out successfully وهنا يمكن ايضا ان نقوم عندما يتم لوغ اوت فعليا نقوم بلوغ اوت storage storage هكذا تكتب وremove item ونكتب اسم هذه الائتم فذن اسمها الاسمها كان الوغ ان و ايضا الثانية اسمها الوغ ان يوزر فذن الان طبعا لنا رأى فذن الان اذا ذهبنا للوغ الستوريج هل سنجد شيء هنا فذن لوغ الستوريج عفوا وليس هذا لا يوجد شيء طيب لو ذهبنا الى اللوغن وقمنا باللوغن الصحيح فذن test test dot com وثم كلمة السر القوية جدا فذن لوغن فذن لاحظوا ها هي فذن مجرد ان اكتب هنا اه لاحظوا اليوزر كيف يظهر هنا لدينا لاننا لم نقوم بجيسون سترنجي فاي له فيمكن ان نعود للمكان الذي قمنا به باللوغن هو اللوغن فورم فاذن ذهبنا الى اللوغن فورم واين هو ها هو فاذن هنا عندما قمنا بset data الوكال ستوريج فاذن قمنا بكتابة يوزر بهذا الشكل كأوبجيكت فلنرى ما هو اليوزر فعليا فاذن كونسو دوت لوغ لليوزر فلنرى فاذن مرة اخرى لوغن ولنرى اليوزر هو عبارة عن اوبجيكت بهذا الشكل فدعونا نضعها بصيغة جيسون دوت سترنجي فاي يوزر واقوم بمساح هذا لنرى كيف ستظهر فاذن مرة اخرى لو قمنا بلوغن وستوريج فاذن لاحظوا الان لوغن يوزر ظهرت بطريقة صحيحة فاذن هذا شيء جيد طيب فالان لو قم بالنقرع لوغ اوت يجب ان تختفي هذه القيام فاذن لنرى فاذن لوغ اوت فاذن بالفعل اختفر فاذن هو الان لوغد ان نو مرة اخرى لو قمت بكذا فاذن يفترض الان لو قمت بالتحديث فلوغ ان ياس مجرد ان اكتب لوغ ان لوغ اوت عفوا وقمت بالتحديث سيصبح هنا لوغ اوت نو جيد او لوغ ان نو يعني هو قام بتسجيل الخروج فاذن جيد جدا فنحن تعلمنا هذا الموضوع تعلمنا على وقلنا ان هذه الطريقة اه غير اه صحيحة غير جميلة ان نستخدم فاذن بداية نحن استخدمنا اه حتى نقوم بحفظ اه المعلومات طبعا انا لا اتحكم والالتالي يضحر الخطم هذا الشكل فاذن هذه الطريقة لاحظوا لا تقوموا بها اه في حفظ في حفظ في حفظ في حفظ جيسون وبتوكن فاذن جيسون وبتوكن لا تحفظوا بهذه الطريقة فاذن هذه الطريقة غير مفضلة الطريقة الاكثر امانة هي الطريقة التي اسمها اه طريقة لنلونها بالشكل الاخضر هي ان نحفظها بالكا بالكوكيز ونحفظها بهاتش تي تي بي اونلي كوكي وهذا يعني انا نحفظها بالكوكيز الان ستروا ماذا يعني ذالك نحفظها بهذا والكلاينت الذي هو البروزر ليس له احقية الدخول لهذا الموضوع فقط من خلال اتش تي تي بي يمكننا تغييرها ويعني يعني يعني عندما تسأل تقول HTTP يعني ماذا يعني HTTP يعني خلال هذا عندما أنا أتعامل مع HTTP protocol فمن جهة السيرفر طبعا فالذي يحدث أن لدينا هنا مرة أخرى لدينا Client هنا لدينا Server وهنا لدينا Client أفوا لClient يرسل ركوست يرسل ركوست للسيرفر والسيرفر يجيب بي response جيد طبعا هذه Object تعتبر وهذه Object تعتبر هنا لدينا Client فماذا يعني هذه الكلمة ماذا يعني Request فدعونا نحاول أن نفهمها على أرض الواقع أنا عندما أقوم بالذهاب إلى صفحة Logan فأنا فعليا طلبت Request من السيرفر فاذا ذهبت إلى Network هنا Network Performance هذا هي Network أقوم بالتحديث جيد فإذا هنا طلبت لاحظوا أنا طلبت Get Request من السيرفر طبعا أنا كClient Client يعني Browser يعني هذا هي الصفحة التي أمامكم يعني Firefox فإذا لاحظوا هنا هذا هي Request فتم إرسال Request هنا وهذه هي response التي جاءت فإذا هذه هي response كصفحة صفحة جاءتني response فإذا السيرفر أرسل لي هذه الـ response كـ data كـ raw data فإذا سنجدها هنا كـ HTML وهذه هي شكلها فمرة أخرى هذا هو أيضا الـ headers فإذا هو لدينا response header ولدينا Request headers Request headers أن الـ browser أو Firefox أرسل للسيرفر قال له أنا أقبل HTML أقبل XML وأقبل صور ها هي فإذا هذه الأشياء التي يقبلها وقال له أنا أقبل أشياء مضغوطة مثلا بـ GZ هذا الـ client هذا الـ browser يقول للسيرفر يقول له لا يوجد لدينا cache هنا معلومات الـ host الذي أنا أطلب مني حاليا هو الـ local host أيضا ماذا يوجد لدينا معلومات والـ user agent أنا Firefox فإذا هو يرسل له هذه المعلومات والسيرفر الذي هو Next.js يرسل له response headers يرسل له أوكي جيد جدا فإذا أنا أرسل بـ GZ الـ type الذي أرسله الآن HTML لأن صفحة الـ login أرسل لي HTML وأيضا أرسل أرسل معلومات أن هذا السيرفر هو يستخدم تقنية Next.js فإذا لاحظوا فإذا هذا هو الخطاب الذي يحدث بين السيرفر والـ client أو Firefox أو الـ browser فإذا الآن ما هي القصة القصة هو أننا نريد أن نحفظ نحن قمنا بالطلب لدينا هنا Next.js front-end front-end ولدينا هنا Strappy هذا هي الـ back-end نحن طلبنا login أرسلنا معلومات login وسترابي أعادت لنا بـ JSON Web Token هذا JSON Web Token قمنا بحفظه بـ ومن المشأن نحفظه بـ والآخر لأن الـ Next.js يوجد فيها قسم 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 client الذي يعمل على البراؤزر وقود على server Next.js فنحن قمنا بحفظ ال JSON Web Token هنا بالClient بال Local Storage لكن هذه الطريقة غير آمنة نريد أن نحفظه بماذا؟ نحفظه بال Cookies التي يتم نفضيها فقط بResponse التي يرسلها السيربر Next.js للClient فإذا هنا يمكننا في هذه النقطة عندما يقوم السيربر بإرسال response هنا يمكن أن نضيف هذه JSON Web Token هنا وأن نحفظه بالCookie كيف ذلك؟ هذا كلام لكن كيف يبدو ذلك على أرض الواقع؟ فعلينا فعليا أن نحصل على الResponse هنا من السيربر ونضيف لها هذه الJson Web Token كيف أحصل على الResponse؟ من أين أجلب الResponse؟ يجب أن أعمل على جهة السيربر حتى أحصل على الResponse أو حتى أحصل على الResponse وأضيف لها هيدا فهنا فعليا بالLogInForm هذا الشيء كله كان يعمل على جهة الClient وليس على جهة السيربر فلا يمكن أن أحصل على جهة الResponse Object من هنا فالطريقة التي سنستخدمها هنا والتي سيبدأ فيها مشوار جديد بأقسام هذه الفيديوهات أو بمعلومات هذه الفيديوهات يعني كأنه هذا قسم جديد في هذه الفيديوهات وهو التالي سنستخدم Pages API بNext.js والطريقة هي التي ستكون كالتالي فركز معي من فضلك فإذاً هنا ستفقنا أن هذا هي سترابي API عفوا سترابي سيرفر أو باك اند إذن هذه هي الباك اند جيد وتفقنا أيضا أن هذه هي Next.js ككل تفقنا أيضا أن Next.js يوجد فيها قسم سيرفر ويوجد منها أيضا قسم إذا تعاملنا مع جهة السيرفر Next.js يمكننا أن نحصل على الResponse Object إذن الResponse Object يمكن أن نحصل عليها من جهة السيرفر فإذا لو حاولت أنا أقوم بإنشاء نقطة هنا على السيرفر نقطة API على السيرفر وهذه النقطة مثلا اسمها هكذا يكون اسمها API API على السيرفر Next.js فإذن هنا من هذه النقطة هنا يمكن أن أحصل على الResponse Object وأقوم بها أقوم بأي شيء أريد أي شيء أضيف هذا أضيف إلى آخره الآن سنرى وفي تطبيق Next.js عندما أقوم بطلب هذه النقطة الشيء الذي سيحدث أن من هذه النقطة يمكن أن نطلب أي نقطة هنا من السيرفر يمكن أن نطلب من سترابي API نقطة اللوغن إذن بدلا أن نطلب نقطة اللوغن الخاصة بسترابي مباشرة من Next.js الشيء الذي سنقوم به سنطلب هذه سنطلب نقطة هنا وسط يعني بينهما هذه النقطة اسمها API الآن سنقوم بإنشائها وهذه النقطة فيها سيتم طلب هذا ففي بالتطبيق Next.js سنطلب هذه النقطة لنطلب هذه النقطة فكيف كيف سيتم ذلك فلنبدأ بالأمور الجديدة فإذن بداية هنا فإذن هذا هو تطبيق Next.js بداخل سأنشئ مجلد اسمه ويجب أن تسميه بهذا الاسم يعني لا مجال أن تسميه شيء آخر وبداخل هذا سأقوم بإنشاء ملف اسمه لوجن فإذن الآن عفوا إذا ذهبت إلى هنا مثلا وقمت بالذهاب إلى هذه النقطة API Logan لاحظوا سيأتني ماذا سيأتي سيأتي خطأ سيقول خطأ لأن لا يوجد Resolver Resolver يعني عندما يتم طلب هذه النقطة ما الشيء الذي أريد أن أقوم به فعليا فإذن هذا الشيء الذي سأضيفه في هذا الملف إذن سأذهب لهذا الملف الذي هو pages API Logan وسأبدأ بإنشاء الResolver فبداية سأكتب Export Default Function سأسميه Handler يمكن أن تسميه أي شيء Resolver أي شيء هذا الفنشن من خلاله يمكن أن أدخل للRequest والResponse Object التي تحدثت عنها بوقت سابق وهنا يمكن أن أكتب أي شيء أرسل Response status فإذن عندما يتم طلب هذه النقطة سأرسل response 200 وأيضا أرسل JSON Object مثلا أكتب Message Hello فإذن الآن لنرى ما الشيء الذي سيحدث هنا تحديث لاحظوا أعاد لي Message Hello فإذن هذه نقطة API أنشأتها بداخل تطبيق Next.js لكن من جهة السيرفر جيد فممتاز فإذن الآن الشيء الذي أنا فعليا أريد أن أقوم به هو أنني أريد أن أنشأ طلب لهذه النقطة فكيف ذلك بداية سأتأكد أن الميثود الخاصة بالريكوست هي ميثود الريكوست أن تكون هي post ميثود فأنا أريد فعليا أن فقط أن أدعم البوست ميثود فإذا كان داي post ميثود فأنا سأكتب مرة أخرى status status مائتين وأيضا هنا سأرسل جيسون جيد message hi مثلا أو hello طيب إذا لم تكن الميثود كذا فأنا سأرسل فعليا سأرسل status ورقم هذا سيكون أربعة يعني 405 أو 4005 يعني هذا الكود نرسله عندما تكون الميثود ليست مثود ليس مسموح بها فأنا فقط على هذا النقطة فقط أنا سأسمح ب post مثود فلن أسمح مثلا ب gate لن أسمح ب pot وهذا شيء جيد من نحيث الحماية أنا فقط أسمح بشيء الذي أحتاجه فعليا ولا أسمح بكل شيء بطيف من الأشياء لا أسمح فقط الشيء المحدد وهنا سأرسل جيسون سيقول لي method not allowed يفترض يعني بالفعل method not allowed والstatus ستكون هي عبارة عن يعني headers لاحظوا إذن هذه هي التي جاءت جيد وهذا هي هذا هو طلب الذي جاء فعلية فلو دخلت على هنا network إذن لاحظوا status four أو five وغير مسموح بها وهذه هي النتيجة التي جاءت نمتاز نكمل الآن إذا كانت هذه method جيدة ومثل التي أنا فعليا أحتاجها فأنا سأقوم بإضافة هنا catch error وهنا سأكتب console.log error هنا سنكتب patch from strappy أو send request to strappy وهنا بخصوص strappy أو سنكتب جملة أخرى مثلا سنكتب send login info to strappy أو send login request to strappy أو بدل strappy to the backend أوكي فذل الآن سنقوم بlogan response نفس الشيء الذي وضعناه بالlogan for فذل هنا سنقوم بطلب لنقطة login user من أين نجلبها فذل import login user سنصعد مسار واحد للأعلى مسار آخر ثم API recipe فذل هذه النقطة التي نريد أن نجلبها وهذا request سيكون عبارة عن أيضا عن post method الآن هذا الفتش هو هذا الفتش الذي أقوم به هو هذا الشيء هذه النقطة التي رسمتها هنا فالآن أنا أطلب هذه النقطة من strappy من next js من النقطة الوسطة أو الوسطية يعني وهنا سأرسل headers وبهذه headers سأقول أنا أنا أرسل لك ya strappy أنا أرسل لك json بالفعل أنا أرسل json معلومات تسجيل الدخول أنا سأرسلها بصيغة json ويمكن أن أرسل أقول لها أنا أيضا أستقبل ك response يمكن أن أقبل منك أيضا json بهذا الشكل ولا أنسى أن أرسل body الbody سيكون هو عبارة عن أيضا سنرسل له json كما كما خبرنا وهنا سيكون string file هل كتبتها صحيح string file والشيء الذي سأرسل له سأرسل له request body لأن مع request هنا مع request سيكون هناك معلومات التسجيل الآن سنرى كيف ذلك طبعا هذه await فيجب هذا function أن يكون async فهكذا طبعا هذه login response سنقوم ب analyze لهذه response analyze response من خلال const data return نفس الشيء الذي كتبت قبل قليل كان يمكن أن أقوم بنسخه لكن أنا أريد أن أشرحهم مجددا فإذا login response dot json وسيعيد لي من هذه response كما اتفقنا قبل قليل سيعيد user و jwt json web token إذا كان موجود أو error وهذا الشيء سيأتي من data return ومرأة أخرى فإذا هنا إذا كان كل شيء جيد فعليا فأنا أريد أن أرسل أن أرسل مع response فإذا سأضع هنا header set header وبهذا الheader سأستخدم set cookie هذا يجب أن تكون نفسها كما أنا أكتبها وقيمتها ستكون هي التالي بداية سأرسل json web token هنا يمكن أن أعطي أي اسم مثلا أن أعطي lwn web token والذي قيمته وستكون نفس القيمة التي ستأتيني من strap جيد وسأجعل أن هذه متاحة لكل مصار الموقع سأضع هنا slash وأيضا سأكتب أن هذه cookie أنا أريدها HTTP only يعني لا يمكنه أن يدخل إليها أو يعدلها وهذا نوع من الأمان فإذا بهذه الطريقة أنا قمت وقمت بحفظ json web token هنا أيضا يجب أن أرسل response سأكتب response 200 وأيضا بهذه response يمكن أن أرسل json هنا وأرسل معها مثلا json web token يمكن أن أرسل user أيضا فإذا يمكن أن أرسل أرسل message أكتب مثلا فيها login is successful أو successfully logined ويمكن مثلا أن أكتب مثلا ok true يمكن أن أرسل هكذا جيد طيب في حالة كان هناك error وهنا سنكتب success في حالة النجاح أما هنا سنكتب في حالة error فسيكون هنا إذا إذا كان إذا إذا فالشيء الذي سنقوم به ونفس الشيء السابق وأن سننشأ message هذه المسج سيكون فيها error name و error message وأنا الشيء الذي سأقوم به بكل بساطة أنني سأرسل response هنا هذه response فيها error سأكتب error والerror سيكون هو عبارة أو json الخاص بهذا error سيكون عبارة عن message التي هي message هذا أيضا يمكن أن أرسل مثلا through error الذي هو هذه المسج فإذا جيد لاحظوا كتبت الكثير لكن يفترض أن يكون واضح بهذا الموضوع هنا أنا كتبت بشكل خطأ status هكذا جيد فماذا يعني كل هذا يعني هذا يبدو يعني شيء غير واضح نوعا ما فإذا مرة أخرى سأقوم بالرسم على هذا لاحظوا إذا تم تحميل عفو عونا هكذا إذا تم تحميل تم إرسال لكلاينت لكلاينت next.js أرسل الطلب لسيرفر next.js لهذه النقطة وقال له أنا سجلت الدخول اسمي test وكلمة مروري 1 2 3 هو فعليا أرسل request لهذه النقطة وهذه الريكوست بالبضي الخاص بها يوجد به هذه المعلومات وهذا الشيء الذي أضفناه نحن هنا قلنا بالريكوست بضي ها هو فداخل هذه النقطة next.js نفسها سترسل request لهذه النقطة جيد وهذه النقطة سترسل response لهذه النقطة وهذه النقطة سترسل response لهذا الرقوست فنلاحظ كيف كل رقوست له response لكن أنا مثلا وارسلت المعلومات هنا ل ABI Logan فأنا يفترض أن أجلب ال response من هذا وليس response من Straby لكن الشيء الذي حصل هنا أن من النقطة الوسطية قمنا بالطلب من Straby Straby جلبت لنا نتيجة response فإذا هذه response هذه response هي response التي جاءت من Straby هذه response فإذا قالت لنا Straby أوكي ال Logan صحيح هذا هو JSON Web Token أو قالت لنا هنا فنحن الشيء الذي قمنا به هنا أن قلنا أعفون قلنا التالي أن إذا كان هنا فإنسان response مرة أخرى للشخص الذي طلب هذا بال إرسال إرسال أخرى طيب إذا كان صحيح وكل شيء تمام لا أرسل كل شيء جيد وقم بحفظ هذا ويب توكن بال وب لماذا لأننا نريد نحن أن نحافظ على لهذا أو هذا فهل هذا واضح الآن قبل أن ننتهي من هذا الفيديو يجب أن نرسل طلب لهذه النقطة نرسل طلب كيف ذلك بكل بساطة علينا أن نذهب لصفحة وهنا لا نريد أن نطلب هنا لا نريد الطلب من لوجن يوزر أو من لا نريد الطلب من نريد الطلب من سيرفر نيكس جي أس فهنا سنطلب من نقطة لوجن ونفس القضية نفس الشيء لا فرق ولاحظوا هنا لكن الرسبونس التي ستأتينا من نقطة لوجن ما الشيء الذي فيها هو الشيء الذي أرسلته أنا هنا فإذا كان هناك error طبعا هو لا داعي أن نرسل حقيقة يعني كل شيء هنا لا داعي أن نرسل كل شيء لكن إذا كان هناك error سيكون هناك إذا لم يكن هناك error ستكون هنا ok true جيد إذا كان هناك error سيتم إرسال message لهذا error أو مثلا يمكن أن نرسل أيضا ليس هذا فقط نرسل ok false ونرسل أيضا message جيد وهنا لا داعي أن نرسل في حالة ok لا داعي أن نرسل JSON والتوكن ولا داعي أن نرسل اليوزر وبالتالي هنا لا داعي أن نحصل على اليوزر من strappy فإذا لنعود إلى هنا فإذا الآن هنا من النتيجة من data return نتوقع أن نحصل على ok ونتوقع أن نحصل على message فإذا إذا كان كل شيء صحيح أنا لا أريد أن أحفظ بالlocal storage إذا كان كل شيء صحيح طبعا إذا كان if ok فأريد مثلا أن أقوم بشيء مثلا أوجه مثلا redirect to dashboard وإذا كان غير صحيح ليس ok فأنا أريد أن console.log للمسج ويمكن أيضا أن أقوم بعرض المسج وأحذف هذا جيد فإذا الآن لو أنا قمت بالعودة لأرى كيف هل أنا كتب شكل صحيح هل هنا عليك خطأ طبعا أنا لا أريد لا أريد الذهاب لهذه النقطة الآن أريد ذهاب إلى login هنا وأقوم بinspect element وconsole هكذا ودعونا أذهب إلى application لstorage أتأكد local storage هل هو في شيء لا والcookie ليس فيها شيء فإذا الآن لو قمت أنا بتست this dot com وهنا جيد فإذا لاحظوا الكوكي تم فعليا حفظها don't say لكن لم يتم حفظها باسم هنا هناك مشكلة بالاسم لكن ها هي تم حفظها بهذا الاسم فإذا الآن أريد الذهاب إلى login أتأكد ما المشكلة لماذا لم يتم حفظها بالاسم الصحيح عفوا هنا يجب أن أكتب يساوي وليس فإذا الآن مرة أخرى سأقوم بمسحها delete وأقوم بإعادة تسجيل الدخول login صحيحة فإذا تم حفظ هذه الكوكي بهذا الشكل لاحظوا لدينا http only true وهي مطبقة على كل ال local house فإذا ممتاز أو كل الموقع فإذا ممتاز فإذا الآن لاحظوا إذا قمت أنا بالتحديث ستبقى login no بالرغم أنني فعلا logged in والسبب بكل بساطة هو أنني ما زلت أعتمد على ال local host هنا وأيضا ما زلت أعتمد على ما زلت أعتمد على ال log out الخاص أيضا بال local storage أنا قلت local host قبل قليل لا أنا أقصد local storage فبخصوص ال log out يمكنني أن أعدل عليه أيضا بإرسال نفس الفكرة إرسال نقطة هنا بدلا يعني أنا أقوم بإرسال دعونا مرة أخرى أو أقوم بحذف هذه الخطوط الكثيرة فيمكن هنا أن أقوم بإنشاء نقطة اسمها عفوا اسمها log out وعندما يقوم لكلاينت بطلب هذه النقطة الشيء الذي أنا سأقوم به بحذف الكوكيز الموجودة الموجودة هنا أقوم بحذفها هذا هذا اللي نقوم بذلك فبكل بساطة نحن الآن سنقوم بإنشاء ملف جديد اسمه pages API log out وهنا سنقوم بنفس الفكرة هو أننا سنقوم ب export export default function handler تسميه resolver تسميه log out تسميه ما شاء لا مشكلة بالتسمية هنا سنحدد أن ال request method ستكون أيضا post إذا كانت post فملتاز إذا لم تكن post فإذن نحن نريد أن نقوم ب إرسال status 405 حكذا هكذا هو رقمها يعني فإذن json سنرسل json هنا و بjson سنرسل message ونكتب method not allowed نفضل شيء الساق أما في حالة ال post هنا فمجرد أننا سنرسل طلب لهذا سنقوم ب clear cookies التي اسمها lwnjwt هذا الشيء الذي نريد أن نحذفه ف بالresponse سنقوم بset header وسنقوم بset cookie مجددا بهذا الشكل وسنقوم بجعل بجعلها expire بكل بساطة سنكتب سنكتب عفوا اسمها هي lwnjwt سنجعلها تساوي لشيء فعليا مبدئيا طبعا المسار الخاص بها هو المسار الكلي لكل الموقع سنضيف لها tag اسمه هنا expires والذي سنقول أنها بوقت سابق واحد جانواري 1970 ويمكن أن نحدد الساعة أيضا هكذا gmt وأيضا هي http only لكن هذا لا يعني أننا لن نرسل أيضا response status فهذا سنرسل response status أنه 200 أوكي كل شيء تمام تم logout أيضا سنرسل message هنا بجيسون سنرسل message logout successfully أو أي شيء جيد هذه النقطة أريد أن أرسل من الهيدر إذا ذهبت إلى الهيدر فهذا component الهيدر نذهب إليها فأنا فعليا بcomponent الهيدر بدل أن أقوم بهذا أنا فعليا سأقوم بطلب لنقطة نقطة ال نقطة التي أنا فعليا قبل قليل قمت بإنشائها بعدها نحن فعليا سنرسل fetch لطلب logout طبعا هذا يجب أن تكون async وأيضا هذه post method والتالي سنرسل ذلك سنقول أنها post method وأعتقد كافي لأننا لن نرسل شيء مع هذه response بالlogout لن نرسل شيء أو بهذا ال request نحن الآن نقوم بrequest لل logout فنحن لا نريد أن نرسل معلومات فأعتقد هذا كافي يمكن أن نرى ما هي هذه المعلومات ما هي النتيجة يمكن أن نكتب هنا const data مثلا response dot jason طبعا await حتى لأنها تعيد promise وهنا const log ل data فإذا الآن لنرى كيف سيحدث الموضوع فإذا الآن لو قم بنقر على logout لاحظوا هذا يجب أن يتم مسحها تم مسحها فعليا يفترض أن هناك console logout successfully هذه المسج هي المسج التي كتبتها هنا واضح فإذا أنا أعرف أن هذه المعلومات قد تكون يعني هذه المعلومات قد تكون كبيرة جدا وصعبة جدا لكن هذه هي من الأساسيات إذا فهمت هذه النقطة يمكنك أن تفهم الكثير ففكرة أنك تنشأ نقاط وسطية تطلب منها تقوم بإضافة أشياء للكوكيز وتقوم بتعديل على الهيدرز على الresponse هيدرز من خلال server next.js أن تفهم أن هناك server next.js وهناك server آخر ربما يكون هناك عشر سيربرات بتعاملك مع التطبيق هنا مفهوم السيربر مختلف قليلا عن أي يعني ليس مفهوم مختلف فعليا لكن هو مفهوم الحقيقي لمفهوم السيربر لأنه دائما نحن نقول سيربر لكن لا نعرف ماذا يعني سيربر لكن الفكرة الأساسية للسيربر هو المكان الذي تضع به الكود إذا وضعت كود next.js في مكان ما فهذا هو server next.js إذا وضعت كود react في مكان ما فهذا هو server react إذا وضعت كود سترابي في مكان ما فهذا هو سيربر استرابي إذا إذا استخدمت الأشياء من جهة السيربر هذا يعني أنه لا يمكن الدخول لأمور خاصة بالكلاينت مثل ويندو مثل وغير ذلك فإذا نأتينا أن هذا كان مفيد ونتوقف هنا ونكمل في درس القادم ترجمة نانسي قنقر